الرقابة المسبقة لا تعيق تنفيذ المشاريع وتوفر الكثير من الأموال وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل علي الغانم رفض تحميل الدوان مسؤولية عرقلة المشاريع معتبرا أن الرقابة المسبقة لا تمثل سوى 4% من الدورة المسندية للمشاريع وكيل ديوان المحاسبة اتهم بعض الجهات الحكومية بعدم التعاون مع الدوان في توفير البيانات الخاصة بها وألقى بالمسؤولية في تكرار بعض المخالفات على تغيير القياديين في الجهات الحكومية مطالبا بتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في ظل خفاض أسعار النفط